شعب الفلسطيني يعلم تمام العلم شعب الفلسطيني في جملاته يعلم ماذا قدمت مصر القضاة الفلسطينية والشعب الفلسطيني اللي بيقرأ وعارف تاريخ وانا اثق في الشعب الفلسطيني عارف ماذا قدمت مصر انا خلينا اقول هذا الكلام انا زعلان انا زعلان واشعر به يعني جرح وطني لانه عندما هرول الفلسطينيون سواء حماس أو السلطة إلى أردوغان أنا حزنت لأنهم رايحين يحتموا بأردوغان الكاذب الكاذوب وهم عارتين هذا الكلام وأبو مازي النفسه عارف هذا الكلام عارف أن أردوغان راجل بيلعب بثلاث هرقات لكن نروح واندغدغ مشاعر الجماهير ونقول رايحين تركيا اللي هي دولة الخلافة اللي هي بيحكمها أمير المؤمنين علشان يجي الخلاص وخلصنا من الاحتلال طب ماذا قدم بقى له بيحكم 18 سنة يا مؤمن 18 سنة ولا 19 سنة بيحكم تركيا ماذا قدم للقضية الفلسطينية أنا بسأل خالد مشعل وبسأل إسماعيل هنية وبسأل محمود الزهار وبسأل خليل الحية وبسأل كل هؤلاء القيادات الحمسوية أنتم مصدقين أن أردوغان بجد بيخدم القضية الفلسطينية لو أنتم مصدقين يبقوا ما بتفهموش لو أنتم مش مصدقين وعارفين الفولة والحقيقة يعني يبقوا بتتحكوا على جماهير الشعب الفلسطيني ما عنديش كلام تنقوله عموما أهلا بأي حد يجي مصر ومصر مع الجميع مصر مع الحق والعايز يجي مصر ونتمنى للمصالحة ونتمنى الصلح ونتمنى أن يبقى فيه انتخابات ونتمنى الخير للشعب الفلسطيني لأنني من شوية قلت مصر هتستفيد لما يبقى فيه على ربوع حدودها كلها وعلى مرمى حدودها فيه سلام فيه استقرار وفيه خير وفيه نماء وفيه رفاهة والشعب الفلسطيني أنا ما قدرش أفرق والله ما قدرش أفرق بين الفلسطينيين والمصريين لأن العملية قريبة من بعض جدا جدا ويعمى فلسطيني جوه مصر وبره مصر وفيه عالمة مصهرة وتزاوج إلى أخيرها الحالات الحاجات الإنسانية والحاجات الجماهرية والحاجات المجتمعية ده شيء ماشي في السياق لكن الساسة ربما يتاجه اتجاهات أنا بقول سيحاسبهم التاريخ على هذه الأوقات التي ضاعت هذا الوقت الذي يهدر من القدالة الفلسطينية ويقول لك أصل مصر مش واقفة مع القدالة الفلسطينية بالشكل الفلسطينيين ده لا لا طول عمر مصر وفي كل المحافل الدولية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية مع حق الفلسطينيين في العودة مع تعودات كل ده احنا حفظينه ده احنا حفظين 4-2-4-2 في هذه الأيام المباركة أنه ينجح الفلسطينيون في لم شملهم وتاني بقول مصر أنا متأكد وأنا واثق تمام الثقة لم تتأخر مصر لحظة في مساندة القدالة الفلسطينية ولم تغيب عن مساندة القدالة الفلسطينيين لكن لن تقبل مصر أبدا أبدا أنه يتم الاعتماد على قطر وتركيا مش عشان يحلوا اللي عايز يحل يحل والعايز يروح يحارب يروح يحارب لكن ما فيش حد يخصم من رصيد مصر التاريخي أبدا لن ينجح أحد في خاصم أي قدر قنمولة من رصيد مصر التاريخي في القضية الفلسطينية ولن يستطيع أحد أن ينكر ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية احنا مش بصدد أن احنا نعمل كشف حساب معاذ الله مصر ده الله أكبر من كده بكتير احنا بنذكر فقط أنا أذكر للإخوة في حماس أنتم أخطأتم أخطأتم عندما طرقتم أبواب أردوغان ظنا منكم أنه بيخدم القضية الفلسطينية أو إلهاء منكم للشعب الفلسطيني للأسف الشديد كان على حساب ملاسنة منكم عن الدولة المصرية القدس يا جماعة وتركيا وأنا الكلام ده يعني كلمتي فيه كتير في هذا المكان بيستخدم القدس كفزاعة للغرب وبيدغدغ بها مشاعر الناس في المشرق العربي أفلام بيعملها أردوغان لكن من ساعة ما أردوغان تولى الحكم وقبليه كان نجم الدين أربكان لهم جماعة الإسلام السياسي في التركية وأنا بسأل الله عملوا إيه عملوا إيه للقضية الفلسطينية لا ده فيه أنكة من كده ده أردوغان نفسه هذا المخبول التركي من كم يوم والله لسه من كم يوم قال القدس دي مدينتنا إيه قال آه دي مدينة نعمة واللي أسسها سليمان القانوني أهو 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 أردوغان القدس مدينتنا ده سنين اللي جايباه والبلدة القديمة بناها السلطان سليمان القانوني لا الرجل الجنة زي ما قال ليبيا بتاعد أجدادي وقال حمص بأجدادي وحلب أجدادي ونقص يقول مش عارف إيه أجدا أهو هاتي يا ابن هاتي يا ابن أهو القدس مدينتنا والبلدة القديمة بناها السلطان سليمان القانوني لو قال القدس مدينتنا وسيكري كنت أقول زي ما احنا بنقول القدس دي هي درة التاج إلى آخر لا ده هو بقى بيرجع بقولك لا ده جد اللي بناها ده مراسي طب يا عم روح حرر مراس جدك بدل ما تاخد جيشك وتطلع على ليبيا تاخد جيشك وتطلع على سوريا تاخد جيشك وتطلع على العراق تاخد جيشك وتطلع على قبرص تاخد جيشك وتطلع على أزربيجان من فضل اخد جيشك وتطلع حرر قدس اللي انت بتقول بلد أجدادي بناها سليمان القانون الله أكبر ما هذا الوراء